السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وبطل من أبطالها صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقتبس من سيرة العطرة الدروس والعبر هذا الصحابي الجليل شهد المشاهد كل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد بدراً وأحداً والخندق وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأن عرش الرحمن قد اهتز لموته وكان رضي الله عنه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم أسلم رضي الله عنه بالمدينة على يد مصعب بن عمير وبإسلامه أسلمت قبيلته بأكملها قال ابن حجر فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام وله مناقب كثيرة قال عنه الذهبي في السير السيد الكبير الشهيد أبو عمر سعد بن معاذ ابن النعمان الأنصاري الأوسي الأشهلي وكان رضي الله عنه رجلاً أبيض طوالاً حسن الوجه حسن اللحية قالت عائشة كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم وسيد بن حضير وعباد بن بشر وسعد بن معاذ رضي الله عنهم قال عنه ابن إسحاق رضي الله قال عنه ابن إسحاق رحمه الله لما أسلم وقف على قومه وقال تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا نقيبة قال فإن كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فما أمس ذلك اليوم وفي دار بني عبد الأشهل رجل ولم راه إلا وأسلموا أيها الإخوة الأفاضل من مواقف العظيمة رضي الله عنه ما رواه البخارية مسلم من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قال كان سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف وكان إذا نزل أو أراد العمرة نزل على أمية بن خلف وكان أمية كذلك تجارته بالشام فإذا أراد أن يذهب إلى الشام مر بالمدينة على سعد بن معاذ فلما وصل سعد إلى أمية بن خلف في مكة قال له انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس تطوف بالبيت فلما كان وقت الظهيرة خرج سعد يطوف بالبيت فمر به أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالبيت قال سعد بن معاذ قال تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباح محمدا وأصحابه الصاب يطلق على من انتقل أو خرج من دينه فقال سعد رضي الله عنه لئن منأتني من الطواف لأقطعن عليك متجرك بالشام فتلاحيا صار بينهما شجار فقال أمية بن خلف يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه السيد هذا الوادي فغضب سعد رضي الله عنه وقال دعنا عنك يا أمية فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث يعلمون أنه الصادق المصدوق فرجع إلى مراته وقال ألم تسمعي إلى ما قال أخي اليثربي زعم أن محمدا قاتلي قالت والله ما يكذب محمد إذا حدث قال فلما كان يوم بدر أراد أن لا يخرج وجاء الصريخ أراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف هذا الوادي فسر معنا يوما أو يومين فسارا فقتله الله ويظهر من هذا الحديث شجاعة السعد وأتزازه بدينه وشدته على الكافرين فمع أنه بمكة لوحده إلا أنه كان يهدد سادات قريش في عقر دارهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فجاء في الصحيحين من حديث أنس أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس فتعجب الناس من جمالها وحسنها فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن منديل سعد بن معاذ في الجنة المناديل التي يتنشف بها إن منديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ومن مواقف العظيمة ما جاء في الصحيحين من حديث عيشة أنه لما كان يوم الخندق أصيب سعد في الأكحل رماه رجل من المشركين يقال له ابن العرقة رماه في الأكحل بسهم والأكحل كما قال شراح الحديث عرق في الذراع إذا قطع لم يرق الدم فالنبي عليه الصلاة والسلام نصب له خيمة في المسجد يعود فيها من قريب وجاء في الحديث أن نبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أو انهزم الأحزاب رجع إلى بيته ورمى السلاح واقتسل فجاءه جبريل وقال وضعتم السلاح؟ قال نعم قال أخرج إلى بني قريضة وجاء في الحديث أو في آخر الحديث أن سعد لما تماثل جرحه للشفاء قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن قاتل قوما كذبوا نبيك وأخرجوه يريد قريش اللهم إن كان بقي بيننا وبين قريش حرب فأبقني لذلك واللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش اللهم فافجرها أي جرحي واجعل موتي فيها فأصيب رضي الله عنه بنزيف شديد وصار الدم يخرج من هذه الخيمة فقالوا يا أهلا هذه الخيمة من أين يأتي الدم فإذا هو جرح سعد يغذو دما فمات منها رضي الله عنه وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على استشهاده كثيرا فروى الإمامان البخاري مسلم من حدي جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ قال ابن القيم رحمه الله فرحا واستبشارا بقدوم روحه فكيف بقدوم روح سيد الخلاق صلى الله عليه وسلم وما هذه المنزل العظيمة والمكانة العالية التي نالها سعد رضي الله عنه إلا أنه لم يسلم من ضمة القبر فروى النسائف سننه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سعد هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهد أي جنازته سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه وروى الإمام أحمد مسلدي من حديث عيشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في القبر لضمة لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ قال الذهبي في السير وهذه الضمة ليست من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم بل هي ألم يجده المؤمن كما يجد ألم فراق ولده وحبيبي في الدنيا وكما يجد ألم مرضه وكما يجد ألم خروج نفسه وكما يجد الألم أو الصعوبة عند سؤال الملكين وكما يجد الألم عند وروده على النار فهذه الأراجيف كلها أو بعضها ليست من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم وقد يلطف الله المؤمن ببعض ذلك أو كله وليس للمؤمن راحة دون لقاء ربه كما قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة وكما قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فنسأل الله العفو واللطف ومع ذلك فنعلم أن نسعد من أهل الجنة وأنه قد نال أعلى درجات الشهادة كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول ولا روع ولا ألم ولا خوف سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد انتهى كلامه رحمه الله وكان استشهاد رضي الله عنه سنة خمس من الهجرة وهو في ريعان شبابه كان عمره آنذاك سبع وثلاثون سنة قال بعضهم إن عمر سعد لم يتجاوز في الإسلام السبع سنوات ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموته وهذا يؤكد ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الأعمار لا تقاس بالسنين وإنما تقاس بالإنجازات صل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنا بالبقيع أرضي الله عن سعد ونزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين